نسمى بالله ونصلي على رسول الله ان شاء الله اليوم رح سوي معاكم حالة توت المحشي سهل ومره لذيب المكونات اللي رح احتاجها توت وكريم الطب كاكاو ثلاثة انواع دارك وابيض وبالحليب وبالاضافة لأي نوع جبن كريمي اول خطوة رح ندوي بالكاكاو مع نصف كمية الكريم اللي موجودة عندنا في المايكرويف بعد ما يذوب رح نضيف باقي الكريم والجبن الكريمي ونقلبهم كويس لن يعطينا قوام كريمي ثقيل الخطوة اللي بعد كده حنذوب الكاكاو انا استخدمت الكاكاو البلجيكي وتحت رح تلقوني كاتبت لكم البدائل دايما في تذويب الكاكاو في المايكرويف استخدموا تكنيك العشرين ثانية يعني كل عشرين ثانية نفتح المايكرويف ونقلب لين يذوب عندنا الكاكاو عشان نضمن انه ما ينحرق وكمان ما يفصل علينا حنبدأ نحشي حبات التوت بالكريم البيضة اللي احنا جهزناها وتكون باردة وبعدين رح نخلي حبات التوت على جنب على ما يبرد الكاكاو اللي ذوبنا بعد ما يبرد الكاكاو شوية وتصير درجة حرارته في حرارة الغرفة رح نبدأ نغطس حبات التوت فيه ونحطهم على ورق زبدة اخر خطوة رح نخلي الكاكاو في الثلاجة لين يبرد تماما وبعدين نقدمها وعليكم بألف ألف عافية من أروع وخف الحلويات اللي سويتها واللي حتكرروها في كل جمعة اشتركوا في القناة